في شيء لا أحطي على نفسي الفترة اللي راحت حسيتني إذا صرت في مكان مزحوم أو صاخب مثل كافي أو مطعم أو جمعة تجيني أفكار كثيرة ومستوى الإبداع عندي يكون أكبر كثير من أني أكون جالسة حالي في البيت أو في مكان هادي وبرضو أحب جلسات العصف الذهني مع الفريق أو مع الأصدقاء لما قلت هذا الشيء الصديقي قال تعرف أني أنا عكسك تماما أنا لما أكون في مكان معزول حتى من أشعة الشمس أحس أني أبدع أكثر في التفكير واحد ثاني من الأصدقاء قال أنا أحس أني أبدع لما أكون جالس الحالي في البر كل إنسان فينا عنده شغف لذلك ترقى دائما مجتهد ويدوره شلون يكون مبدع سواء في أشياء تجارية أو أشياء رياضية أو مهارات حتى في تطويلاته بذلك سهلنا عليكم الموضوع وسوينا سلسلة كيف تكون مبدع قبل أن نبدأ الحلقة تشرفني إضافتكم في حسابي في الاستقرار وهذا حسابي في سناب شات هنا تأكد أنه لكل إنسان طريقة أو أسلوب أو مكان أو وقت معين ممكن يفكر فيه أفضل من غيره السؤال السؤال كيف تكون صانع أفكار بوقت ومكان وضر في ناسبك هو مسكر الشارع أنه سالفته معظم الأشياء اللي اليوم حنا نعيش معها ونستخدمها ونستهلكها ومخلية حياتنا سهلة سواء كانت تطورات في عالم التكلوجيا أو أشياء علمية أو أيا كانت هذه الأشياء هي نتيجة أفكار أشخاص طلعت معهم هذه الفكرة بطريقة تناسبهم لذلك هم جابوها وقدروا يفيدون فيها مو شخص ولا شخصين قدروا يفيدون فيها كل العالم الأكيد أنه هذا الشخص في هذه اللحظة اللي هو فكر فيها ما كان جالس في مكان أو مستخدم طريقة غير مناسبة له في التفكير الأكيد أنه جت الفكرة في وضع كان هو مهيئ أن يفكر فيه لذلك حنا اليوم في حياتنا بشكل عام في حاجة ماسة جدا إلى تنمية عقول مفكرة ما تخيل كيف ممكن الفكرة تغير حياتك 180 درجة إذا عرفت كيف تجيب هذه الفكرة من خلال الطريقة اللي تناسبك دائما في التفكير ولو تتعمق في هذا الموضوع بتشوف تفاصيل كثيرة تقول يا أخي ما توقعتها إلى هذه الدرجة وأحيانا تراك ممكن تروح للمكان أو تستخدم طريقة معينة وتشعر أنك تفكر فيها أكثر وأنت ما أنت حاس في نفسك أنه هذه الطريقة هي الأنسب لك بالتفكير وأجمل شيء أنك تعرف هذه الطريقة وتتأكد أنها هي المناسبة لك خلس ألا الناس إيش الطريقة المناسبة لهم أو المكان اللي يقدرون يفكرون فيه بشكل أفضل كرسو شمع وظلم من الأشياء الجميلة أثناء التفكير بالنسبة لي أنا أني أفوح مثلا كافي وأخذ قهوة وأفكر في الشيء اللي أنا أبغاه وقت النوم تطلع لك جميع الأفكار بجميع أنواعها السيارة أنا بنسبة لي السيارة هي وسيلة التنقل وهي وسيلة والمكان الأنسب بالنسبة لي أني أفكر لأي موضوع شاذلي أذكر مرة قرأت موضوع يتكلم عن إيش الأشياء اللي تستخدمها في البيت ممكن تساعدك على التفكير ومن خلال هذا المقال اللي قرأت إن شاء الله حاول أجيبها لكم كان يتكلم أنه من أكثر الأشياء اللي تساعدك على التفكير هي كوي المنافس لاحظ دائما لما تكوي ملابسك تحسينك تسرح يعني شيء لا إرادي أعرف أنه نص الأفكار كالهواية تطير ما تحس فيها ولكن على الأقل أنت جالس تفكر في بعض الناس يفكر لما يغسل معين في بعض الناس لما يشتغل شغلة معينة في البيت سواء متعلقة في الزرع أو في التنظيف أو أيا كانت هذه الأشياء واحد من الأصدقاء يكلمني عن صديق له يقول صديقي هذا يعشق التفكير ويحك راسها يعني قاعد يتحكحك يتحكحك ويقعد يفكر ويتخيل أنا ما أعرف كم من المدة اللي يمكن يحك فيها راسها بس الزبدة هو قاعد يحك راسها عشان يفكر أذكر واحد من الرجال العمال كمالك قال لي أنه أنا عشان أعالج مشكلة عندي أو أفكر أمسك خطف السيارة ويكون بالليل طريق طويل كذا ما أشوف آخره يعني 100-200 كيلو أروح أفكر أهوجس بعدين أرجع وأنا كثير من الناس يعشقون أنهم يفكرون مع مجموعة يعني ما يحب يفكر بعقل واحد وأصل دائما جلسات العصف الذهني تعتبر من أجمل وأروح الطرق اللي يفكرون فيها كثير من الناس بل أنه لو صار مثلا فيه خمسة أشخاص أربع يفكرون واحد تفكيروا بسيط أو ما هم متجدد فيه أفكاره أو ما يعرف يفكر أو ما يعرفش الطريقة اللي يفكر فيها الأربعة هذول يصيرون دائما يحفزونه أنه يقدر يفكر بالطريقة الصحية جربك تسويها لو مثلا عندك مشروع تجاري أو عندك فكرة أو عندك أي شيء تبغى تسوي بدان ما تفكر الحالك فكر بأكثر من عقل في نفس الوقت ترى الأشياء تجرب بعضها دائما في حركة حلوة كويسة أنك تجربها مثلا لو عندك شيء تبغى تطوره أو تبغى تكثر الأفكار فيه بزنس تبغى تسويه بعد سنة مثلا لما تطلع عندك وخياك الكفي مثلا أو لأي مكان أو تتعشون أو تتمشون حاول تفتح الموضوع من دون ما تجيب فكرة أنك أنت أصلا تبغى تأسس مشروع سألهم ونقول شباب إيش راه يكون في مشروع بيع البيض إذا أنت تبغى تسوي دواجم ممكن يجيبون لك أفكار ترى غريبة كيف ممكن أبيع بيض بطريقة جديدة مختلفة على المتعودين عليها الناس في السوق رح تسمع أفكار جديدة ولكن ما هم بموجهين لك هذه الأفكار لأنك مثلا لو قلت أنا أبغى أسوي بزنس بعدين ممكن هم يحورون الموضوع على توجهك أنت ولكن حاول أنك ترمي كلمة وتترك الباقي لهم رح تجد أنه فيه كمية عصف ذهني بيكون في الجلسة طبيعي وغير مقصود أصلا عطالي الأفكار فيه حاجة كده نبهنا عليها قبل في فيديو خلنا نرجع ونعيدها لأنها مرة كويسة ومهم منك تنتبه لها يقال بأنه أنجح الأفكار هي الأفكار العارضة اللي أنت أصلا ما أنت حاسب حسابها أحيانا تكون ماشي في فكرة أساسية مركز فيها وقاعد تحول أنك تطورها ولكن فيه فكرة كده تنقذ عليك من العرض الفكرة هذه العارضة قد تكون هي الأنجح وهي الأفضل وهي اللي لازم تتمسك فيها ولا تفكها الخبراء يقولون بأنه الإبداع هو عضرة داخل الإنسان تحتاج إلى تطوير وتمرين دائم لو قعد فترة ما تفكر رح تجد أنه مستوى الأفكار عندك والإبداع يقل بشكل ماهو بطبيعي ولكن إذا صرت تحاول دائما أنك تدخل داخل الجو اللي أنت تعرف أنك إذا دخلت تبدأ تفكر أو تحاول أنك تسجل الأفكار اللي دائما تجي على بالك أنت كده قاعد تمرين هذه العضرة حاول دائما أنك تجمع أفكار حتى لو كانت في موضوع ثانية ولما تجيك هذه الأفكار تمسك فيها ولا تفكها رح تجد أنك قدرت توصل فيها إلى مستوى عالي من الثبات وأيضا طورت هذه العضرة اللي مهم منك تحافظ عليها أيضا الخبراء دائما بهم بأنه تغيير الروتين هو واحد من أكثر الأشياء اللي تساعدك في بناء أفكار جديدة مثلا لو أنت تروح لدوامك كل يوم بنفس الخط حاول أنك في يوم أو لأيام تغيره حاول أنك في الأسبوع تروح أكثر من طريق خصوصا عندنا في الرياض ما شاء الله أي مكان تبغى تروح له فيه أكثر من طريق له ممكن توصل إلى سبعة ثمانية خطوط كلها توصلك لنفس المكان رح خليك تشوف أشياء جديدة تتعرف على ماكن جديدة كافيهات جديدة مطاحم جديدة مراكز جديدة ورح تشوف شكل جديد لهذا الشارع ممكن تطلع بأفكار حلوة حيبة تلقاه روتيني هو نفس الطريقة اللي يستخدمها دائما حاول تجددها حاول تغيرها حاول كل يوم تكتشف طريقة جديدة تغير فيها روتينك لو أنت كل يوم تروح تتكاهوا في نفس المكان أو تتكاهوا نفس القهوة أو تستخدم نفس الأسلوب لطريقة يومك حاول تجدد إذا أنت تروح استراحة كل يوم أو للديوانية مثلا كل يوم تجرب أنك يومين في الأسبوع أو ثلاثة تزور كافيهات أو مطاعم جديدة أو تزور حدائق جديدة أو تزور أماكن جديدة هذا كله من تغير الروتين وتغير الروتين رح يكسر لك الحاجز اللي داخلك وأيضا رح يساعدك في عملية تجديد الأفكار برضو في حاجة توقع كثير من الناس مشترك فيها اللي هي التفكير وقت المشي لاحظ لما تمشي لمسافات طويلة مع الرياضة فعلا المشي تساعدك أنك تفكر أعرف أنه ما عندك وقت تسجل هذه الأفكار لكن على الأقل أنت قاعد تحرك مخك وتحرك هذه العضلة العظيمة اللي يوجد عندك أنك قاعد تفكر وانت قاعد تمشي كثير يحبون يفكرون هم تكرمون في دورة المياه تحت الدش خصوصا يصار دافي كذا تقاعد تعيش أجواء مع الأفكار غريبة من أقوى أيضا معززات الأفكار هي القراءة والمتابعة والبحث متابعة اللقاءات والحوارات تخليك تفكر كذا وانت قاعد تسمع الكلام وتعيشك في تفاصيل كثيرة مثل ما انت قاعد تفكر الحين وانت قاعد تشوف مقطعي كثير من المفكرين والأدباء عندهم طقوس في عملية التفكير خلني مثلا نحكي لك بعضهم الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين والروائي البريطاني المعروف جورج أورويل والممثل وكاتب السينمائي ودي ألن هذولا كلهم يعشقون التفكير وهم مزدحين سواء على سرير على كنبة بس تلقى دائما نتكلم أنه أغلب الأفكار اللي جابوها جابوه منزدح وهو مستلقي يعطي كذا مساحة لنفسهم وتعالي أنا بغطلع الفكرة خلني أتمدد على الكنب ويقعد كذا يفكر يهجس في ناس مثلا عكسهم تماما ما يحب يفكر إلا هو واقف سواء يمشي ولا واقف ولا يتمشى في حديقة أيا كانت مثل إرنست هيمينغواي وأيضا شارلز ديكنز والكاتب الإنجليزية فيرجينيا وولف يعني لاحظوا أن هذولا وهم منسطحين وهذولا هم موقفين وعلى فكرة ترى هذول الناس تعبوا عشان يوصلوا لمرحلة أنه يعرف فعلا وش الطريقة الكويسة اللي تأهله أنه يفكر ومسألة أنه يفكر هذا يعني أنه مسك أول الخير لأن أغلب الأشياء اللي فيها مشكلة اليوم تتعلق بالفكرة ما في فكرة إذا جو نفذون مشروع تجاري يقولك عطني فكرة إذا في ناس بيستثمرون معك في مشروعك أول شيء يؤمنون فيه قبل لا يشوفوا المشروع أصلا وقبل لا يبدأ هي الفكرة وقص عليها شيئا كثيرة في الحياة الريواء الفرنسي أورنيت ديبلزاك ما يكتب إلا بعد ما يصقع لخمسين فنجال قهوة كان مدمن قهوة بشكل فضيع جدا لدرجة أن تمر عليه أيام ما ينام إذا صار يكتب مثلا سلسلة أو شيء كبير مو بس هو حتى الفيلسوف والمفكر الفرنسي فولتير كذلك ما يكتب إلا بعد ما يشرب لأربعين إلى خمسة واربعين كوب قهوة وفي بعض الناس أنا أتوقع واحد منهم أحب أفكر ورد قهوة صرحة أنا عشان أفكر أطلع من المكتب أقوم أخذ غراضي واروح لي كوفي أحيانا إذا صار في شيء أشرب قهوة بالليل بس أحب أني أفكر بالقهاوي مثلا أو الأماكن العامة اللي فيها زحمة اللي فيها عالم اللي فيها أشكال مختلفة أطباع مختلفة سواليف مختلفة هذا يضحك وهذا حزين وهذا جاهز الحالة وهذا كذا وعالم وصوت لهوب مزعج ولهوب هادي بس ماني بالحالي أنا ما أحب أفكر في الأماكن المسكة أو الأماكن الضيقة أحب أفكر في الأماكن العامة المخرج والكاتب المسرحي آرون سوركين ذكر في أحد اللقاءات عنده بعد ما انكسر خشمة السبب هو لأنه لما يبغى يفكر يدخل داخل غرفة الحالة قدام المراية ويسكر الباب ويقوم يتخيل هذه الشخصيات ويعيشها قدام المراية فيبدو أن هذا المشهد كان مشهد أكشن يسقع واحد كذا في راسه فقام سك المراية وانكسر خشبة قاعد يعيش يشعر بهذا التخيل أنه ممكن يصنع أفكار جيدة مناسبة لأشياء التي يكتبها على المسرح الأديب الفرنسي في لوبير يقولون أنه كان يقوم يلبس ملابس فخمة جداً يولع كل أنوار البيت ويرتب البيت وينظف البيت ويجلس ويجبون للقهوة ويقعد القهوة يقولون سهلون يقولون أنت من قاعد تحتريب؟ بجيك أحد قال جاس أستقبل أغلى ضيوف اللي هي الأفكار ما يعني في فكر إلا في هذا الجو هناك كاشخ وداق بالكرافتة ومرسم وجالس وقاعد يفكر أتوقع أنه 99.99 من الناس يفكرون قبل النوم أعرف أنه في ناس كثير يغطون على طول في النومة ولكن الطبيعي أنه الواحد يفكر دائماً قبل لا ينام وحياناً التفكير هو اللي يجيب النوم أصلاً وجزء كبير من الأفكار يطير وبعض الناس يقوم يسجل الأفكار ويطير منها بعد ما يقوم لكن سالفتهم طويلة فحنا الحين بمارس عملية التفكير بس قبل أن نأمن ودعكم أتمنى أنك تكتب عندك في التعليقات تحت إيش الطريقة اللي أنت تحب تفكر فيها أو إيش الشيء اللي يساعدك أنك تبدع بالأفكار أكثر وأكثر لا تنسى اللايك ولا تنسى السبسكرايب وشوفكم على خير وفي أمال الآن بروح مارس التفكير باي